مساءكم خير مفيش حاجة أجمل من بهجة العيد ومفيش حاجة مفرحة قد ما تشوف شكل الناس يوم العيد وصباح يوم العيد والشوارع يوم العيد مفيش حاجة أجمل من كده حتى بعض الناس اللي يقولك أنا عندي اكتئاب الأعياد يعني أنا ما بعرفش قوي يوم العيد أبقى بصوت قوي زي كل الناس هتلاقي إنه بتصيبك عدوى الانبساط والفرح بس لما تشوف الناس اللي حواليك مبسوطين وتشوف صور الناس المبهجة أي شخص سوي مننا بالنسباله دي فرصة عظيمة إنك تنبسط انبساط مجاني جميل يوم العيد مفيش حاجة أحلى من كده مظاهر يوم العيد وشوش الناس اللي بتحبوهم وهم فرحانين الصور الكتير اللي على السوشيل ميديا والناس الكتير اللي فرحانة سبب كافي ودافع كافي جدا للانبساط حتى الناس اللي ما تعرفهمش اللي ماشيين في الشوارع ومبسوطين دافع حقيقي للانبساط في العيد ألف سبب وسبب للفرحة والبهجة واستعادت حاجات كتير جدا جدا بننساها في يومنا ساعات بحس إنه والمعلومة اللي كتير مننا كمان ما يعرفهاش إنه للعيد مقاصد يعني من ضمن مقاصد العيد هو لمة العيلة ومن مقاصد العيد هي البهجة ومن مقاصد العيد هي العبادة الفرحة مش العبادة المتجهمة المتضررة من مقاصد العيد إنك تكون شخص أفضل على كل المستويات فتخيل كده معرفش النهاردة ليه عاد تتخيل في الفكرة دي احنا حولنا كلمة كل سنة وانت طيب اللي بتتقال من العيد للعيد لتحية يومية يمكن دي صناعة مصرخة لصة بقنا بنقول لبعض كده كل سنة وانت طيب أين كان السبب وأين كان الغرض يعني عشان تكرمني بقشيش ولا عشان أفكرك بحاجة معينة بس احنا بنقول كل سنة وانت طيب كتير جدا فماذا لو بقت بهجة العيد عادة كمان عندنا وتتحقق بقى مقاصد العيد عندنا في حياتنا اليومية صدقوني عاد تقول والناس شكلها حلو قوي في الشارع النهاردة هو ليه الناس ما بتلبسش حلو كده كل يوم بالمناسبة يعني ده سؤال وجه ومنطقي لازم نفكر فيه ما نلبس لبس حلو ونضيف ومكوي كل يوم ما نمشي نتحك في وش بعض كده كل يوم أعتقد أنه العيد فرصة لتجديد كل الأسئلة دي وأنه يبقى العيد مش بس يوم عظيم يعدي علينا لكنه حالة تمتد معنا وقت أطول كمان مظاهر بقى العيد والعادات بتاعت العيد اوع حد يخوفك ولا يهزك ولا يقولك ولا ينكد عليك عيشك ويقولك ما تعملش كده في العيد المظاهر العيد المصري المبهجة الساحات النهاردة المليانة بالمصلين الناس المبسوطة وخارجة والوقت الحمد لله رجع لنا قادرين نمارس في حياتنا طبيعية كل دي أسباب عظيمة للاحتفاء النهاردة العادة التي سنها رئيس عبدالفتاح السيسي واللي هي بالمناسبة هي دي مقاصد العيد إنك في العيد تذكر الذين ليس لهم أحد يذكرهم إنك في العيد تذكر الشخص اللي يمكن حظه أقل منك العيد مش فرصة للأنانية وإننا ننكب على نفسنا بس ونفتكر نفسنا بس لكن إنه في ناس تانية لازم نفتكرها يوم العيد في بقى تقليد رئيس عبدالفتاح السيسي بدأوا منذ سنوات الحقيقة وهي احتفال يوم العيد مع أبناء الشهداء والحكاية بقى كل سنة بتبقى أحلى من اللي قبلها رموز المجتمع وشخصيات عامة بتبقى موجودة النهاردة رئيس عبدالفتاح السيسي أدى صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد المشير تنتاوي في التجمع الخامس اللي احنا شايفينه بعده هي مظاهر شايفين أنا بحب الصور دي بساعة بتاعت كل يوم الصور بتاعت كل عيد الأطفال وهو ما بيستقبلوا رئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الشهداء وهم قاعدين جنب الريس البلالين وكل ده حصل بعد صلاة عيد الفطر المبارك مباشرة المشاركة كانت لسيادة الرئيس مع أسر وأبناء الشهداء مع مصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة والاحتفالية أقيمت في مركز المنارة اللي كان جميل جدا هو القرب ومش بس أن أنا بحتفل بشكل رسمي احتفالية العيد مش رسمية بشكل كامل